إيه اللي خلى حضرتك تفكر في الفكرة دي أو إيه اللي خلى حضرتك تهتم بموضوع القصص القصيرة بشكل عام؟ وأنا مهتم الحياة في السنوات الأخيرة بإعادة قراءة الأدب المصري بشكل مختلف يعني ده يعتبر المحطة التانية هذا الكتاب المحطة الأولى وكان لها الشرف أن حضرتك تضفتيني فيه هو كان تاب محفوظ والصحار أسرار روائية وديه المحطة التانية عن عالم القصة القصيرة فيه من بدايات التلاتينات إلى بدايات التمانينات هو عالم الأدب بالنسبة لي هو عالم متكامل سواء الرواية أو القصة القصيرة يمكن تشجعت في الدخول لعالم القصة القصيرة في هذه الدراسة نتيجة أنها في السنوات الأخيرة أصبحت مظلومة أصبح الفن المهمل الذي لا يلتفت إليه أحد ومن النادر أن أصبح فيه حد بيكتب أو ينشر مجموعات قصصية فشعرت يعني أن من واجبي إعادة الاعتبار لعالم القصة القصيرة اللي كان بيقود الأدب لسنوات طويلة ويعني من هنا بقى بدأ اهتمامي أن أنا أدرس هذا العالم ويمكن أعيد لفت الانتباه إليه حاليا الحقيقة أنه حضرتك أشرت لرواد القصص القصيرة من وجهت نظرك مين تاني من رواد القصص القصيرة من الكتاب المصريين اللي حضرتك كنت تحبي يمكن أن تشير إليهم هو الكتاب الحقيقة كان صعب أن نحن ومستحيل أي باحث عموما يتناول هذا الكام من الكتاب على مدار هذه السنوات مثلا على مدار خمسين سنة لكن اخترت أبرز المحطات لكن طبعا نحن في عالم القصة القصيرة المصرية في أسماء كتير جدا في الفترة الزمنية اللي أنا اخترتها كان فيه مثلا أستاذ محمود طيمور كان فيه إحيح حقي كان فيه إبراهيم عبدالقادر المزني الكتاب بقى بيمر على هذه الشخصيات العظيمة جدا من الرواد ومرورا بقى بيوسف إدريس ومحمود البدوي وهو حددت فترة زمنية لأن يعني لما بنقدم دراسة سواء علمية أو أدبية من وقت طبعا من أساسياتها تحديد فترة زمنية لأن مستحيل ندرس مثلا مئة سنة أو نفتح الموضوع بشكل واضح وإلا هتبقى الموضوع يلخبط القارئ وغير محدد الدرسات الأدبية لازم تكون محددة هي الأدبية أو العلمية عشان كده أنا حددت موضوع القصة القصيرة ثم حددت عدد أو السنوات اللي أنا هتناول فيها ثم حددت كمان حضرتك الأدباء اللي هم بدأوا يعني هتروحي ظهرك أن الكتاب بدأ بعدد من كتاب القصة القصيرة فأشبه من المارسون اللي هو في النهاية بيقف منهم بعض الكتاب وبيكمل معانا اتنين تحديدا هم يوسف إدريس ومحمود البدوي هم اللي بيكملوا لنهاية الكتاب اشتركوا في القناة